زعامة لا ينهيها تتالي الخيبات في العراق فالمظاهرات التي دعا إليها مقتدى الصدر أنصارة كشفت عن وجود قوة معارضة لتياره في الشارع باعتباره جزءا من نظام الأحزاب الدينية ذلك ما أكده خروج محتجين في ساحة الحبوب بمدينة ناصرية جنوبي البلاد تصدى لهم أتباع التيار مما أسفر عن قتل وعشرات الجرحة بعضهم بأعيرة نارية كذلك علت أصوات ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر وسم مقتدى الصدر قاتل موقع تويتر في العراق الناشطون وصفوا الحوادث في ساحة الحبوب بالمجزرة ووصفوا الصدر بأنه رجل الغدر والفساد على حد تعبيرهم لم يغب تفاعل حكومة رئيس الوزراء مصطفى القاظم عن المشهد فأصدر سلسلة قرارات منها وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية إقالة قائد شرطة محافظة ذيقار وتشكيل لجنة للتحقيق في حوادث ناصرية فضلا عن حضر التجوال في المحافظة وإلغاء إجازات حمل السلاح وتجنب الفوضى ويرى مراقبون أن الشارع العراقي خبر مناورات الصدر وأن الأخير لا يشكل سوى ورقة إيرانية محروقة وأن الشارع الذي استعرض به قوته الجماهيرية لا يعد كونه تمهيدا لتحقيق حلمه بتبوء موقع قيادي في السلطة رهانه رئاسة الحكومة